عليكم السلام أحباتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية ونحن لازمنا في موضوع الأكل الطعام وندخل في حلقة مهمة جدا عن تشريع الأكل من الطعام شوف يا قاعدة كده كل الطعام حلال ما عدا المحرمات المذكورة وحتى هذه المحرمات المذكورة إذا أكل الإنسان منها مضطرا ربنا يغفر له فكل الطعام حلال ما عدا وبعدين القاعدة التانية لا يحل لك أو يحرم عليك أن تحرم الطعام الحلال بمعنى إيه في ناس بتاكل الصراصير وفي ناس بتاكل البرص وفي ناس بتاكل الجراد وفي ناس بتاكل حشرات وفي ناس طبعا بتكره كده أنا أكره كده أنا ما أحبش لكن ليس لي أن أحرم يعني هنا بقى الموضوع مش هوا أنت تاكل اللي أنت عايزه ما تاكلش اللي أنت عايزه لكن يحرم عليك أن تحرم شيئا أحله الله وحتى النبي نفسه حين حرم بعض الطعام على نفس ربنا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فالقاعدة الأولى إيه إن كل طعام حلال معادة أشياء محددة القاعدة التانية لا يصح ويحرم تحريم ما أباح الله وما أحل الله شوف هو طبعا زكر كثيرا المحرمات يعني في قولة سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أحيي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا يعني الدم اللي هو بيصفح من حيوان حي كانوا بعملوا كده زمان يروحوا جرحين الحيوان ويشربوا الماء يبتعدوا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فأنه رجس أو فسقا أهل غير الله به اللي هو ما ذبح على الأنصاب إلى آخر فمن الطرق غير رباقين وعادن فأن رباق كفور رحيم الآن 145 وتكرر هذا يعني في صورة النحل في صورة البقرة وبعدا في النهاية لأنه موضوع مهم جدا وناس بتضل فيه فجيء في آخر ما نزل في صورة الماء ده شرح الحاجات المحرمة لي قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير الله به دي الحاجات المعروفة بعد كده ابتدى سبحانه وتعالى يشرح ايه الميتة المنخنقة يعني المخنوقة والموقوذة اللي انضربت بحاجة وماتت والمتردية اللي وقعت من فوق والنطيحة اللي هو حيوانين نطحوا بعض وهكذا يعني الحاجات دي اللي هي لم تحصل فيها ذكاه يعني ما حصل فيها ذبح يعني وبينه وما أكل السبح واحد سبح أكل حاجة وسب منه حاجة يبقى ما تاكلش منه كل الحاجات دي اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبح يمكن أن تأكل منها إذا الحقتها ودبحتها يعني هيا منخنقة لسه فيها ودعنا روح دبحتها ذات سوكي موقوذة متردية أكل السبح كالحتة ولسه فيها بتتفلفص حلوة تتفلفص دي ده من بلدنا وذكيتها يحلو لك الأكل منها شوفوا التيسيرات بتاعت ربنا في الآخر ربنا آلف من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحم اللي مضطر هو جعان من غير متعمد للإثم ربنا بيغفر له الآية دي الآية ثلاثة الآية أربعة يسونا كما ذو حل لم يقول عليكم الطيبات يعني أي شيء ربنا أحل يبطيب اللي ربنا حرموا اللي هو الحياة المذكورة دي ده لم يذكر اسم الله عليها لم يذكر اسم الله عليها بمعنى أنها محرمة فالطيبات ده ذكر اسم الله عليها المحرمات المحرمات لم يذكر اسم الله عليها يسونا كما ذو حل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما مسكنا عليكم وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين يعني المشهور في حيوان الصيد هو الكلب ممكن جدا ناس بتصد بصقر معلم يعني تعلموه هم علمتم من الجوارح بتعلموهن هو يروح يصدلك السقر يروح مثلا يصدلك أرنب إلى آخره ده معنى أن يكون كالكلب مكلبين ربنا بقول تعلمونهن مما علمكم الله فكل مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله علي هنا بقى انت شوفوا غالك وقتكم أنا أذكر اسم الله علي اللي هو الحاجات اللي هي الحلال بس حين يؤت لك يعني كلب سطاد أو صقر سطاد يؤت لك بحاجة فانت لابد أن يعني تتبعها أو بلاش تتبعها لكنها مشي تذكر اسم الله عليها فذكر اسم الله هنا في حاجة مخصوصة لكن ذكر اسم الله في الكلام في مواضع أخرى ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أحل له وده عكس ما لم يذكر اسم الله عليه لكن هنا بالمناسبة يعني بنسبة الجماعة بتوع البخاري والكلام ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أما علمت من الجوارح مكلبين يعني إذا كان الكلب بيجيب لك الصيد وانت بتاكل منه دايريكت على طول كده يبقى الكلب ينجس إزاي عام الشيخ الله وأصحاب الكاف اللي هم في التاتون أمان وربهم وزدناهم وده يخدوا معهم الكلب يعني هكذا بقى الملاكة لا تدخل وقتا فيه كلب ولا فيه صورة ينهرس واحد المهم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ألم وحلكم الطيبات كل شوية يعني الذي يحله الله هو طيبات كل شيء يعني شرمب سيفود يعني أي شيء حلال ده طيبات انت مش بتحبه انت حر ألموا حلكم الطيبات ومين وتعاموا لذين كتابوا حلوا لكم وتعامكم حلوا لهم والمحصنات يعني أهد الكتاب انت بتاكل الأكل بتاعهم هم بيأكلوا الأكل بتاعك بتتزوج من نساء هم بتتزوجوا من نساءك كله بنفس الكلام طبعا ما عدا الحاجات المحرمة يعني زي هم كانوا بيأكلوا خنزير لا ما تاكلوا شي خنزير احنا حنتوقف في المحرمات الميتة ربونا شرح في الآية ثلاثة من سلوط المائلة الدم شرح في سلوط الأنعام الدم المسفوح ربونا اللحم الخنزير اللحم بس يعني دهن الخنزير مش حرام ايه هو الفرق بين اللحم والدهن انك انت حتحط ده على النار اللحمة ما بتدوبش الدهن بيدوب فإذا يعني أنا شخصيا لاحاكل اي حاجة لا اكل دهن الخنزير ولا حاجة يعني أنا لأه حرمه يعني فالمحرم هو لحم الخنزير لو كان ربونا سبحانه وتعالى كان حرم الخنزير كله كان المتاته والدمه والخنزير أنا ربونا ذكر ميتعا يعني على اطلاقها وذكر الدم المسفوح على اطلاقه لكن لحم الخنزير بس طبعا فيه في الخنزير منافع كتيرة جدا الى اخره في حاجة تانية يعني في هنا في امريكا هنا يتشددوا قوي وقولك ده حلال ومش ده حلال ده يعني شغل هدس يعني حتى يقولك بيض حلال وقولك اي حاجة يقولك حلال عشان خطر تمشي وتبيع يعني واحنا عملنا مقالة عن كده على فكرة لكن المشكلة ان هما بيتزمتوا في موضوع لحم الخنزير وقولك الخنزير كله حرام لكن يا جدع بيكلوا مما يهلوا به للانصاب والاصنام والاولياء يعني في كل ما حرم الله سبحانه وتعالى بيذكر وما أهل لغير الله به وفي نفس الآية الآية الثلاثة بقولك وما ذبحه على النصب النصب اللي هو الضريح اللي هو المجام المجام بتاع الولي او مجام الحسين الاخ الحسين له مجامات كتيرة جاوي 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 له مجام في على راسه هنا ومجام في دمشق هو ابو الروس بقى ما هو روسه كتيرة لكن عم جيء في كل مكان منها بتقدم الحيوانات وتتعامل الاكل الاخره ده انا مرة شفت بقولك ضريح والناس بقى في العراق الناس بقى بتموت عليه بقولك كف الشيخ مش عارف مين كف سبحان الله يعني ونما نقوله جهنم هل امتلاتي وتقوله هل من مزيد فلما بيتزمتوا في حكاية لحم الخنزير بيأكلوا مما يقدم هديا وقربانا للأوثان بتاعته طيب اهم شيء ان ما حرمه الله ده هذا لم يذكر اسم الله عليه ما احله الله هذا هو الذي ذكر اسم الله عليه شوف الآية 118 119 نسروة الانف كل مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بيأتي مؤمنين اللي هو الطيبات وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اللي هو المحرم اللي هي لم يذكر اسم الله عليه اللي هي اللي احنا عارفين اللي هي دم الميتة والدم نعم الى اخره قال لك إلا ما اضطررتم إليه إلا في حالة الاضطرار ربنا بيعفو وربنا بقول وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك وأعلىهم بالمعتدين يعني الذي يعتدع على الله سبحانه وتعالى هو صاحب التشريح وعلى الله سبحانه وتعالى وله الدين واصبا خالص هو الذي يعني هو الذي يشرع فيه أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالذي يحرم الحلال ويستحل الحرام دار بنا بيجعله معتدي بقول لك وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلىهم بالمعتدين لأنه بيعتدي على حق ربنا في التشريح فمن ضمن كده إنه يحرم الطيبات وربنا قال في صورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم إن ربنا أحلوا ده طيبات أنت يعني نفسك بتقوم لما تقول لنا في واحد بيأكل جراد أنت حر يا أخي بس لا تحرم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم ربنا أقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يعني الذي يحرم الطيبات بيعتدي بيعتدي على مين على صاحب الحق في التشريح والله جل وعلا وحده ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بعد كده وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يعني كلوا مما رزقكم الله بقى حلال يعني مش معنى ان هو الخروف ده اكله حلال ان انت تسرق وتاكل ولا يعني لابد ان انت تحصل عليه بالحلال يعني وكل ما تقول الله حلالا طيبا وتاقض ده لازأ انت به مؤمنون في الاية 172-73 برضو نفس الكلام يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الى ربنا حلوا يعني واشكوروا لله ان كنتم يا وتعبدون بعد كده انما انما ده اسلوب قصر يعني ده بس المحرم بس انما حرقوا لكم ميتة والدمة ولحبة القنزيني وما هل به لغير الله فمن الطرق غير باقي ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم من الاية 173 اه شو بقى نخش بقى على الذي يحرمه الحلال الذي يحرمه الطيبات وربونا اسبوعات الله بيجعلها خطوات الشيطان ليه البرونام اقول لك ولا تتبق خطوات الشيطان في هذا الموضوع لانه يعني مثلا الجماعة الشيعة على حسب ما اسمع هم بيحرموا اكل الارنب طيب ماشي بعد كده حيو يحرموا اكل الفرس بعد كده حييجي حمر اذا هي خطوة خطوة ليه خطوات الشيطان ربو نقول ومن الانعام حمولة وفرشا كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين للآية 142 من سورة الانعام وبسورة البقرة يا يوالناس كل ما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين للآية 168 في الآية سورة النحل آيات رائعة جدا يقول سبحانه تعالى فاكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكوروا نعمات الله ان كنتم اياه تعبدون للآية 14 بعد كده قال سبحانه تعالى انما انما دي اسلوب قصر انما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير ماغ ولا عاد فان الله غفر رحيم لاحظ ان كل الآية دي بتكرر يعني بتكرر وبتؤكد لك نفس الحقيقة عاسى الناس تؤمن لكن ما فيش فايد شوف بعد كده في استنكار تحريم الحلال ابو نبول في الآية 116 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين لا يفترون على الله الكذبة لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم يعني ما تفتريش على ربنا وتقول ان ربنا حرم لا هو ربنا أحله وفي الآية 59 و60 من سورة يونس نفس الموضوع في حكاة الاستنكار لمن يحرم الطيبات أن يحرم ما أحل الله يقول سبحانه تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذبة يوم القيامة إن الله لتفضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون هل بعد كده بقى يصح أن أنت تيجي تقول للأرنب ده حرام وكذا يعني يا أيها الناس اتعزوا بهذا يعني حاجة سريعة كده في حكاة الموائد ربنا سبحانه تعالى يقول في الآية لا يشكرون للأرنب لا يح rectangل على المرض لأرنب أهو بيوت أخوالكم او بيوت اعمامكم او بيوت اعماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما مالكتم مفتحه او صديقكم لا سعجل لكم جواحا ان تأكلوا جميعا او اشتاة ان تأكلوا مع بعض كلكم او مجموعات مجموعات لكن همشين فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم مش اقل على بعضكم ان تكون لكم زي بعض يعني تحية من الله مباركة طيبة كذلك من الله لكم الايات لعلكم تعقلون شكرا احباتي وننتقل في حلقة القادمة